السلام عليكم صباح الخير لبنات صبحو تربحو اخواتاتي بالخير وما كنتمنوا الغزالة ديالي اليوم غادي نشرك معاكم وصفة الاخوات اللي كيعانيوا من تساقط الشعر ولكن ما شي هي تساقط الشعر تساقط الشعر لي كيوصل لدرجة انك يولي لهم الصلع في الراس ديالهم هاي يختي واحد الوصفة غزالة رائعة المكونات ديالها بسيطة وان شاء الله تجربوها وتستفدوا منها كي يستفدين منها بزاة للاخوات وقبل ما ندوز الوصفة والطريقة دائما خوتي اخواتاتي كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم الله يجازيكم بكل خير وما كنتمنى والله يحقق لكم حتى انتم ما ما بغيتو ودائما كنقول لكم اخواتاتي ووقفوا معايا الله يجازيكم بالخير وبرتجوا معايا القناة ديالي ومحتاجة لكم ولله الله سبحانه عز وجل والول ولكم انتم من بعد الله سبحانه الله يجازي كل واحد بالخير بذلك شي اللي كيتمنى وأنا دائما اخواتاتي كنقول لكم أنا محتاجة لكم ولدعم ديالكم والله يجازيكم بالخير. وغير طالب اخواتي. لا كان امر فيكم حتى شي وحدا ما كان امر تشي اخ. هي طالب وليس امر اخواتي. الله يجازيكم بالخير. ودبا غدي ندوزو الوصفة دينا. رائع البنات شي حاجرين هي زوينة زوينة زوينة. وغدي تديروها البنات غير الفرواء انت على الرأس فقط ما تديروها شكا في الخصلات ديال الشعر ديالكم هي في الفرواء كافية. ندوزو على بركتي الله نجيبو واحد زليفة كافة شادي نخدمو. اول مكونة لبناتك تشوفو عندي هنا يا هادراه الماء ديال الباصر لبناتك حكيت البصلة وخديت وعصرتها وخديت غير الماديالها. ها هي اخواتي لا تقولوش زي ما شي حاجة ولا ها هي شوفوها بعوناتكم. ها هي. هاتوا ما شديت البصلة لك ما تكونش كبيرة بساف شوية وحكيتها مزيان وعصرتها صفيتها في هذه الشبيكة هادي. وخديت غير الماديالها. هذا ما كان. وهنا البنات عندي المكونات اللي غادي نوريكم عندي البنات هنا يا ليازير. ها هو. اول لك يقولو لو اكلي الجابل اول اسميته الروزماري. ها هو في ناشي. انا وري لكم حبوب باش تعرفوه. ها هو البنات كيكون لها تشكل هذا. ها هي تبشروا العشاء بسقولوا لعطنا ليازير. ها هو. شي شي حاجة بلي هذا. وثاني مكون البنات اللي غادي نضيفه هنا وهي ورق سيدر مطحون. السيدر ما عنديش هالبنات ورق باش نوريها لكم. ولكي السيدر غي يقولوه السيدر. او لا يجيبوه من عنده مطحون او لا يجيبوه ورق وطحنوه في الدرق احسن. هادي المكون الثاني. وهنا غادي نضيف ماء بتاع الباصل. ما تضيفوش مع هادي الماء ديال الروبيني. الماء ديال الباصل احنا بغينها. ما بغينش الماء ديال الروبيني. وما تقولوش بالله. انا نضيف لها زيت. الزيتون. انتم البنات. وحتى ثلاث معالخ ديال الزيت. تعالي حسب الفروة ديال الرأس ديالكم وصعب في ماشي شي حاجة اللي خلطوا هادي المكون هنا مزيان. سمحوا لي البنات غادي غادي نقطع باش نخلط هادي المكون ديالي. ونطلقها معاكم باش ما يجيش الفيديو طويل. باش ما نحسب الاخوات كي يكون معنوش الوقت. سافرنا يا من بعد ما خلطت الخلطة ديالي هي هادي البنات كتجي لها تشكل هادا. وانتوا تخفوها زيتو خفوها بشوي نتاع الماء ديال الروبيني. نحن غرط ديالنا يعني في الماء ديال الباصر. سافر البنات غادي تشدوا بوحد لبنسو بحال هاكا ولا غير بيديكم اللي بنات. ما تقوش كتصعبو الامور عليكم. ما عندناش هادي نحيدوها معنو ما نديرو بيها. سافروا نختمو غيب هاكا بالمعلقاكة في الفروة ديال الرأس ديالنا. نقوش كتصو بيديكوها مزيان هاكا من الداخل هاكا نديران في الفروة ديال الشعر ديالي. سافر البنات غديروها لشعر ما يكونش يعني ميد دام ويكون كي كنقولو مصطخا عزيكم الله. يكون غسلون من يومين و تبقوا هذه الوصفة و تخليوا هذه الوصفة و اذا لم تريدوا في الشعر يجب أن تغسلوا الشعر و تبغي أن تغسلوا الشعر لا تبتلوا الشعر حيث الشعر يجب أن تكون صلع في الراس يجب أن تكون دوميها كل مرة كل مرة و سترى الزغبة يجب أن تكون دخل رقاق و تتعالج لكم حتى الفروة لا يقدر الله أن تكون حبوب أو قشرة و تسبب لكم في تساقط الشعر و هذه الوصفة ستتعالج و تنوض لكم الفراغات و ان شاء الله تستفيدوا منها فعلا ووصفة غزالة والرزماري و يعالج لنا الزغبة و هو لديه فوائد كثيرة و ورق السيدر و زيت الزيتون سيرة و معروفة أنها تساعد في تطويل الشعر و البصلة معروفة أنها تساعد في تنبيت الشعر و ان شاء الله رو وصفتنا لإعجاب ديركم و قنقلكم وصلنا لنهاية الفيديو و مع السلامة اشتركوا في القناة